من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة هتنطلق فعليات الملتقى الاثناشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأسر والملتقى بيستهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في كل الأقالي النهاردة كمان في سهاج هتنطلق فعليات الدورة الأولى من مهرجان أبي دوس للموسيقى والغناء واللي بتنظمه دار الأوبير على المصرية وده ضمن خطط الدولة لتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات كمان من ضمن الحاجات اللي هتحصل النهاردة مكتبة اسكندرية هتطلق فعليات اليوم السنوي السابع للتراث القبطي تحت عنوان احتفالية الفنون القبطية وده بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع النهاردة محافظة الجيزة هتسلم هيئة النظافة 40 سيارة نظافة تم إجراء سيانة شاملة ليهم الجهود الذاتية وده لدعم منظومة النظافة في المحافظة